نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفجرافات تصلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وذلك بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ورصد التقرير بهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية موضحا أنه تم إصدار 22 قرارا من قبل اللجنة المعنية وذلك منذ مايو عام 2018 وحتى يناير من عام 2022 بإدمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعا بواقع 1186 كنيسة وتسعمائة وستة وسبعين مبنى كما تناول التقرير مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة حيث تسابق الدولة الزمن ليصبح واقعا ملموسا والذي يشمل الكنائس والأديرة وأبار المياه ومجموعة من الآيقونات القفطية الدل على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفي هذا السياق انتهت وزارة السياحة والأثار من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمصار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسلمه لللجنة الوطنية بباريس في مارس 2020 وبشأن مكانة مصر في المؤشرات العالمية والإشادات المتعلقة بهذا الملف جاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزا بمؤشر المواطنة الصادر عن US News حيث احتلت المركز الرابع والخمسين عام 2021 مقارنة بالمركز الخامس والستين عام 2020 ووفقا للتقرير ذاته فإن أحوال الحريات الدينية في مصر تتحسن بشكل إيجابي وذلك بفضل انقفاض حوادث العنف الدينية والتقدم الذي تم إحرزه في تسجيل الكنائس غير المرخصة علما بأن مصر خرجت من تصنيف الدول المثيرة للقلق وذلك منذ تقرير عام 2017 للعام الخامس على التوالي